نرجع مع بعض لشارم الشيخ انا عارفة انه على مدار الاسبوع زميلي وكلنا كل اللي كان موجود ومش موجود في شارم الشيخ قادر انه ينقل لحضراتكم حجم الحماس والروعة والنظام والاحترام اللي موجود في شارم الشيخ في حاجات كده بتحصل في بلدنا احنا مش بس بنفرح بيها احنا كمان بنغير عليها يعني ينفع نقول هي دي مصر اللي احنا نحب اننا نشوفها هي دي مصر اللي احنا عايزينها تبقى في كل حتة واذا كنا بنقدر نعمل كده في شارم الشيخ نعمل كده من اول الطرق الشوارع النظام الاستقبال الامن السلاسة كل حاجة هوا ده بالمناسبة اللي الناس بتطلبه هوا ده بالمناسبة اللي الناس عايزينه هوا ده النموذج اللي احنا عايزين نعمله شارم الشيخ النهاردة طبعا كان يوم مهمة جدا من ايام كاب 27 لكن كمان زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن اللي كانت على هامش قمة المناخ الزيارة استغرقت ساعات قليلة ورئيس عبدالفتاح السيسي التقى نظيره الامريكي جو بايدن على هامش انعقاد القمة هنروح مع بعض للزميلة العزيزة ريهام الديب واللي هي يعني بجد عايز اقولك عاملين شغلة عظيم لسه لحد قبل دقايق ما ندخل الحلقة واحنا بنتابع التغطيات المميزة اللي بتنقله لنا اللي بتنقله لنا ريهام وباقي الزملاء من شارم الشيخ مساء الخير عليك يا ريهام مساء الخير اهلا بك يا دينا وبشكرك طبعا على كلامك المحترم دايما منك يعني وانا كنت سعيدة ان احنا شفنا بعض في شارم الشيخ على رغم من ان الشغل كان كتير جدا وكانت الجلسات والفعاليات كتيرة جدا لازم ان شاء الله الحقيقة يا دينا الفعاليات كتيرة جدا والجلسات اكيد طبعا وانت سيكون سي موجودة شوف سي قد ايه كانت ثرية بشكل كبير فكرة انه كل يوم بيحمل عنوان مهم جدا من الموضوعات اللي بتهدف في الاساس لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية سوى بالنسبة للتكيف او بالنسبة للتخفيف الايام الحقيقة بتحمل عنوان مختلفة يوم للتمويل يوم للبحث العلمي النهاردة كان يوم ازالة الكربون والحقيقة كان يوم ثاري بكل ما تحمل الكلمة من معنى النهاردة طبعا كان في جلسة بهذا العنوان وكانت بتتكلم على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية وكل المتحدثين تكلموا عن انه هذا الموضوع في منتهى الاهمية من اجل العمل على خفض هذه الانبعاثات اللي بتسهم الى حد كبير جدا في زيادة الاضرار الناجمة او اللي بتؤثر على المناخ بشكل كامل وبتؤدي الى الكثير من التغيرات المناخية طبعا الحدث الابرز الى جانب الجلسات كانت زيارة الخاصة برئيس الامريكي جو بايدن سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى برئيس الامريكي جو بايدن والحقيقة كان اللقاء بيدور حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين السيد الرئيس اكد على انه هذه العلاقات قوية وتاريخية الحقيقة يعني منذ امد بعيد على جميع الاصعيدة هناك تقارب في الكثير من القضايا في المنطقة بالاضافة كمان الى انه الرئيس الامريكي جو بايدن كان الحقيقة في منتهى السعادة وذكر انه مصر ام الدنيا بيسعد وبيشرف انه موجود وبتستضيفه في هذه اللحظات التاريخية وهي مؤتمر كوب 27 لتغير المناخ اللي بيعمل على الوصول الى حلول تنفيذية على ارض الواقع للمعضلة الانسانية اللي بتهدد البشرية وبتهدد الكوكب بالكامل وبالتالي كان الحقيقة يعني بيشير ببعض الكلمات اللي كان لها اثر في نفسنا احنا كمان كمصريين ذكر انه الاهرامات والاثار بتعتبر شاهدة على عظمة البشرية وبالتالي لابد ان نقف جميعا امام هذه المخاطر الخاصة بالكوارث الطبيعية وكل الاثار السلبية وتدعيات التغيرات المناخية كمان الحقيقة اللي كان بيميز الكلمة اللي القاها النهاردة رئيس الامريكي جو بايدن ان كلها عبارة عن تعهدات وبارقام وده اللي يهمنا الحقيقة لان احنا طبعا المؤتمر بيحمل عنوان معا للتنفيذ وبالتالي احنا عايزين التنفيذ مش مجرد قرارات مش مجرد محادثات او مناقشات ولكن تنفيذ حقيقة كان فيه ارقام كثيرة جدا 150 مليون دولار اعلن عنها الرئيس الامريكي جو بايدن لمبادرة بريبار وهي متعلقة في الاساس بالتكيف في القارة الافريقية كذلك ايضا اعلن على انه هناك تعاون بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ايضا فيما يتعلق بالتكيف ودعم التكيف في القارة الافريقية كذلك ايضا ذكر انه هناك مبلغ 630 مليار دولار لدعم خفض الامبعاثات الكربونية ودعم مبادرات التكيف ومواجهة كل الاثار السلبية والمتغيرات المناخية او التدعيات الخاصة بالتغير المناخي 2 مليار دولار ايضا لمحطات الطاقة الشمسية في انجولا وبعد ذلك هيتم تعممها في مختلف دول العالم اذا ارقام كنا نأمل ان احنا نشوفها الحقيقة في المؤتمرات السابقة ولكن هذه الارقام تم الاعلان عنها هنا في ارض السلام في مدينة شرم الشيخ المدينة الخضراء وبالتالي الحقيقة ده كان لي رمزية مهمة جدا انه هذه القرارات بتظهر من هنا من مدينة شرم الشيخ على ارض مصر كمان دينا الحقيقة كان في حديث عن مبادرة نوفي وزي ان المبادرة دي لها اهمية كبيرة للغاية في التحول الى المشروعات الخضراء والاقتصاد الاخضر لان طبعا زي ما انت عارف هي عبارة عن استثمار في مشروعات الطاقة والغذاء والمياه وبالتالي هذه المبادرة لها اهمية كبيرة للغاية في مجال يعني المشروعات الخضراء وتحول الى الاقتصاد الاخضر ومواجهة كل ما يتعلق بتدعيات التغيرات المناخية اذا اليوم كان حافل اكيد طبعا انت عندك الكثير من يعني المحاور اللي هتتناولية بس انا حاولت ان انا اجمل لك بعض التفاصيل مش كل التفاصيل طبعا الخاصة بهذا اليوم الحافل بالجلسات الثرية وبهذه الزيارة المهمة للرئيس الامريكي وايضا الرسائل اللي القاها في الكلمة اللي كانت الحقيقة يعني معبرة بشكل كبير جدا عن مدى ساعدته بان هو موجود في هذه القمة المهمة للغاية على المستوى العالمي وهي قمة كوب 27 لتغير المناخ تفضلي دينا انا بشكرك يا ريهام شكرا جزيلا تحديدا على ما ذكرتي فيما بخصوص القرارات التنفيذية كوب 27 اذا كان هناك عنوان اخر غير العنوين اللي زميلة العزيزة ريهام تكلمت عنها الاثيماتيك دايز يعني كل يوم ليه ثيم او ليه عنوان رئيس لكن الحقيقة هي العنوان الاهم للقمة هي القرارات التنفيذية وزميلتنا العزيزة ريهام شركتنا بتفاصيل هامة جدا النهاردة وبالتأكيد زيارة رئيس الولايات المتحدة الامريكية هي زيارة هامة توقيت مهم يوم انبعاثات الكاربون احنا هنكمل على الكلام العظيم اللي ريهام شركتنا به بشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة ريهام الزيب والنهاردة هتكون فقرتنا الرئيسية عن فكرة الانبعاثات الكاربونية والتطبيقات يعني الزميلة ريهام كلمتنا عن الموارد اللي ممكن تكون حصلت بسبب الشراكات اتب تحصل الزيبة على الارض اي حد ببساطة جدا قبل ما نطلع كده للتقرير ببساطة جدا اي حد عنده فكرة او عنده مشروع او عنده حاجة جاذبة ممكن ان تجلب ربح وهي مرتبطة بالبيئة وتحافظ على البيئة هذا هو زمانك هذا هو وقتك انا بفتكر قوي انه من اقل من خمس او ست سنين فاتوا كان اللي بتكلم في الطاقة الشمسية ده شخص بنسمنيه حالم ياه كويسة بس غالية اوي العربيات اللي بالكهرباء ياه ان شاء الله كده يعني ولد ولدنا الحقيقة ده زمان الافكار اللي بتتطافق مع البيئة مش بس اللي هيبقى برا التوافق مع البيئة برا ركب الحضارة والعلم لكن كمان هيخسر كتير من الامتيازات اللي احيانا بتكون مالية واقتصادية اشتركوا في القناة